في ملف فندي صلة بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم مع نقيب الصحفيين العراقيين والعرب مؤيد اللامي دور الصحافة العراقية في دعم مشاريع التنمية وخصوصا مشروع التعداد العام لاستكان والمساكن المقرر إجراؤه في العشرين من تشرين ثانية المقبل أوصف وزير التخطيط دور الصحفيين العراقيين بالمحوري والأساسي في دعم جهود الوزارة في إجراء مشروع التعداد الذي سيسهم في رسم خريطة جديدة للواقع التنموي ورؤية اقتصادية مستقبلية واضحة وفقا للبيانات الدقيقة التي سيوفرها مشيدا بدور نقابة الصحفيين العراقيين في دعم القضايا الوطنية والتنموية في البلاد إلى ذلك شهد اللقاء مناقشة السبل الممكن لدعم الصحف الورقية من خلال نشر الإعلانات وأوجه التميمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسهل عمل الصحفيين وتقديم الدعم للصحافة ترجمة نانسي قنقر